لأخبارنا معاكم وزي ما قلنا لكم دايماً أو دايماً أبداً بتبقى أخبار كل تلياد في البداية وده من دعمنا للحدث الكبير اللي هيحصل في شهر يناير كأس العالم نحن دايماً أخبار كل تلياد ده تبقى في المقدمة وفي صدارة الحقيقة كنت بكلم مع حضراتكم من يومين على نوعية اللعيبة اللي بيجيبها النادي الأهلي كلمنا في السلة انضمام خمس لاعبين المنتخب منهم ثلاث صفقات جبناهم السنادي أو تعاقدنا معهم السنادي النادي الأهلي دلوقتي في الألعاب الأخرى بالمديرين الفانيين طبعاً بالنشاط الرادي طبعاً كابتر رؤوفة عبدالقادر بينقي لعيبة من جودة معينة وسامة الجزيرة يلاعب المنتخب التونسي على رأس القيمة في منتخب تونس انضم المنتخب تونس استعداد لكأس العالم اللي هتلاعب السنادي وده أحد الصفقات اللي اعتقدنا معها من العيار التقيل السنادي منتخب التونسي الأول لكورة اليد بقيادة سامي السعيدي مدير الفاني الجديد قائمة المنتخب واللي هتستعد عشان بطولة العالم رقم 27 لكورة اليد واللي هتتلاعب في مصر في الفترة من 13.31 يناير 2021 القائمة ضمت نجم الأهلي وسامة الجزيرة وكمان انضمالها اسكندر زايد ويوسف معرف نجوم الأهلي السابقين واللي انتقلوا لسفوف التراجي التونسي وعلى فكرة دول في القائمة القديمة اللي مطلوب إحنا منها نقول لهم تعالوا عشان نتلعبوا معنا وده طبعاً مستحيل يحصل أوراة المنديالي كانت تعامل تحت سفح الأهرامات من حوالي شهرين ووقعت تونس في المجموعة التانية مع البرازيل وأسبانيا وبولندا أكيد بنتمنى التوفيق لمنتخب تونس الشقيق ونتمنى التوفيق طبعاً لعبنا أسامة الجزيرة واني يساعد منتخب بلد للوصول للمراحل المتقدمة في المنتخب